أهلا بكم وحلقة جديدة من الأهلي قط أحمر حلقة في يوم سعيد للأهلوية وفي بداية مهمة جدا أهلا بك يا وسامي أهلا بك يا فارس وأهلا بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج الأهلي قط أحمر السبت فوق الممتاز إن شاء الله إن شاء الله السبت فوق الممتاز لأن النادي الأهلي يلعب في بطولة هي الامتياز الكروي لكل الفرع الأفريقية يعني النادي الأهلي مقبل على رحلته لكأس العالم للأندية رحلة مهمة واستثنائية ليه؟ لأن أحيانا القدر يمنح ليك فرصة أخرى أقولك إزاي؟ أقولك إن بعد خسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا كان لدى الأهلوية جزء كبير جدا من الحزن مش بس عشان خسارة بطولة أفريقيا كمان عشان حرمانهم من المشاركة في كأس العالم للأندية ووقتها كان الأهلوية شايفين إن بطولة العالم للأندية وتحقيق إنجاز جديد شيء مهم وإن بطولة أفريقيا التالت على التوالي كان شيء مهم وضع بالكامل ولكن يمنحك جزء جديد وفرصة جديدة وشعور جديد بالتعويض ولو المعنوي عن خسارة دوري أبطال أفريقيا وعن فكرة عدم مشاركتك لكأس العالم للأندية لأن النادي الأهلي بيلاقي نفسه في كأس العالم للأندية وهو ربما اللي كان في وقت من الأوقات يرى في نفسه أنه يستحق التواجد للمرة التالتة على التوالي في كأس العالم للأندية إنجاز مهم جدا شيء مهم جدا وفكرة مشاركتك التمنى في كأس العالم للأندية هو رقم يعرف ناس كتير قوي قيمة النادي الأهلي المصري نخلي ناس كتير قوي تعرف أن النادي الأهلي هو جزء من القوة الناعمة الرياضية بل الجزء الأكبر من القوة الناعمة الرياضيا لأنه هو اللي بيرفع اسم مصر في المحافل الدولية على المستوى ده يمكن البعض يتباهى حتى بمشاركة في بطولة مجرد بألم رصاص يقول أنا رحت كأس العالم للأندية في بطولة ما تلعبتش ما بالك أنت بتشارك للمرة التمنى في كأس العالم للأندية إنجاز مهم وشيء مهم وأمور أخرى مهمة يمكن كان الأهلوية بيشوفوها أعتقد يمكن أنا بكلمكوا بشكل صريح رحنا في أمور كتير كان فيه وجهات نظر الصفقات الانتقالات كان كل ده عندنا وجهات نظر فيه وهي مشروعة وأنا لا أحب دائما الإقصاء بالعكس فيه وقت لوجهات النظر وفيه وقت خلاص النادي الأهلي مقبل على بطولة وجهات النظر في النهاية كلها كلها هدفها في النهاية مصلحة النادي الأهلي إذن إحنا دلوقتي أمام خطوة جديدة بانتقالات جديدة بمرحلة مهمة هي كاس العام الأندية لنا فيها كل الدعم والمساندة للفريق عشان إن شاء الله نرجع بميدالي يا أسامة وهتقد دحل منها كله اشتركوا في القناة